لمعرفة المزيد معنا الزميلة هدير الربعي هدير مساء الخير مساء الخير ضحى إذن بالتزامن مع قرار مجلس الأمن إرسال فريق أممي إلى العراق بإسناد البعتة الأممية شددت الرئاسات الثلاث على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العشر من أكتوبر المقبل وأكد المجتمعون أن الانتخابات تحظى بأهمية كبيرة جدا كونها تأتي بعد حراك شعبي ومطالب الإصلاح وبعد تراكم الأزمات وسوء الإدارة وتفشي الفساد كما هو معروف كذلك أكدت الرئاسات الثلاث أن إجراء الانتخابات واجب دستوري ووطني وللمرة الأولى يتطرق بيان الرئاسات إلا أن هذه الانتخابات هي طريق إلى التغيير السلمي هذه نقطة فاصلة جدا من جانب آخر هناك محاولات طبعا محاولات حتيثة لعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد والحث أي هناك جهات رئيسية تحط على مقاطعة الانتخابات طبعا وهذه الجهات معروفة هي الميليشيات الموالية لإيران والممثلة داخل مجلس النواب بكتل برلمانية معينة والتي طبعا اتهمت أولا أو اتهمت بعض الجهات بعرقلة الانتخابات ولكن هي بالأصل لو تابعنا من عام كامل الإجراءات في مجلس النواب حاولت أن تعرقل أولا وهي الكتل الموالية لإيران التي تحتكم على السلاح والميليشيات حاولت عرقلة قانون الانتخابات الجديد وأيضا عرقلة إقرار الموازنة الخاصة للانتخابات والمفوضية أيضا ولكن البرلمان استطاع النجاح في التصويت على هذه الفقرات ثم عادت مرة أخرى لتعرقل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الذي يعتبر مرتكز لإجراء الانتخابات في العراق ثم لم تستطع الوقوف بوجه التصويت في مجلس النواب وتم تمرير القانون والمصادقة عليه في هذه الأثناء هناك إعلانات من قبل هذه الجهات بدعم الانتخابات ولكن في الباطن يتم دفع أو التثقيف أو التعبئة ضد مقاطعة الانتخابات الأسباب وفق بعض المراقبين الأمنيين يقولون بأن هذه الأحزاب التي تحتكم على الميليشيات فقدت جمهورها بعد طبعا احتجاجات عام 2019 وهذه الاحتجاجات كما نحن نعرف طالبت بإلغاء وجود هذه الأحزاب والميليشيات وحل الميليشيات أيضا وطرد النفوذ أو من يمثل النفوذ الإيراني في العراق نعود أيضا إلى قضية أخرى وهي قرار مجلس الأمن الدولي إرسال بعثة أممية إلى العراق لتشرف على الانتخابات وفق وزارة الخارجية فقد وصفت هذا القرار بأنه له عناصر قوة كبيرة جدا لم تعتمد سابقا في إرسال أي فريق أممي لمراقبة الانتخابات السابقة وأيضا ربما له صلاحيات أكبر في تنظيم عملية الانتخابات والمراقبة وفق طبعا الخارجية العراقية ضحى شكرا جزيلا لك يا هدير على هذه المعلومات والتفاصيل شكرا جزيلا شكرا